تشوف الفلاش هكذا تقول راح اني تقول هذو علماء النازا والله قادة البانتاجون والله تبون ومعاه ستة عسكريين بالدقة خمسة عسكريين وواحد بوليسي رئيس البوليس هذا بدوي وعلى يمينه شنغريحة وعلى يمين شنغريحة ناصر الجرد وعلى يمين ناصر الجرد هذا الجديد اللي يسموه الصديق اللي جاء في مدل جبار مهنة ومن الجهة الاخرى تبون على يسارو والحاج المجرم من تعقايد الدرك وبجنبه الجنرال انت على الامن العسكري ثم يجي بدوي اجتمعوا اجتمعوا اولا تحس ان هذا اجتماع انت عسكري يعني تبون مزوره وحطين واجهة فقط ما كانش يعني في نهاية المطاف لكن لماذا اجتمعوا انت تقول اجتمعوا واش من القرارات هذه اللي احنا ياخدوها اجتمعوا باش ياخدوا القرار التالي خلينا قرار لكم جزء من القرار بالتأكيد الآن لكم سمعتوه امس لكن خلينا نعود ونرجعوا الى ما قالوها تأشير الدخول الى التراب الوطني الزميع لجميع المواطنين الاجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية الحكومة الجزائرية تقرر اعادة العمل الفوري بالاجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول الى التراب الوطني على جميع المواطنين الاجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية الجزائر التي لا طالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الانسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائر والمغربي بتفادت منذ اعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021 المساس بحرية وسيولة تنقل اشخاص نحبس هنا ثم نعود نرجع المقاطع الاخرى وريد ان اعلق خاصة للمقطع الاخير قالك ان الجزائر طبعا العصابة الجزائر هي اسيرة اللي هي قطعة العلاقات في أوت 2021 ما حبش تمس بحرية عدم المساس بحرية وسيولة تنقل الاشخاص كذب اي واحد يقدر يقول لكم انتم تكذبون لماذا؟ اقتصال بسيط قطعتم الاتصالات الجوية منعتم الشركات الطيران سواء الجزائرية او المغربية او الاجنبية ان تكون في طيران بين الجزائر والمغرب الحدود مغلوقة منذ اكثر من 30 عام منذ أوت 94 فكيفاش حافظتم كيف حافظتم على حرية وسيولة كيف حافظتم كيف؟ كيف اذا كان هذا اللي يسكن اليوم في صبرة ولا في مغنية ولا في باش يروح يزور اخواله ولا اعمامه في وجدة او جنبها لازم له يروح للعاصمة ومن العاصمة يروح لتونس واذا كان محظوظ وعنده فيزة شنغن يقدر يروح لإسبانيا باش يروح لدار البيضاء ومبعد دار البيضاء باش يروح للوجدة باش يروح يشوف اخواله اللي هم على الحدود او اعمامه او والعكس صحيح كيف؟ راكم تقدعوا في الرحم راكم تدمروا في المنطقة اكثر مما دمرتوها لمدة ما يزيد عن ثلاثين عام بغلق الحدود راكم افسدتم اهلكتم الناس هناك الشباب المنطقة هذك اغلبوا راكم دخلتهم للسجون بتهم بحقه وبغير حق بتهم الحشيش والدروق الى اخره ما فيه مصانع ما فيه جامعات لا شيء لا شيء درتوها قاعا صفصفة وتزيدوا تفرضوا التأشيرة مما يعني ان النظام المغربي سيرد بالمعاملة بالمثل فيفرض التأشيرة على الجزيريين حتى الجزيريين اللي كان يروحوا للمغرب بدون تأشيري واللي مش قادر خلينا نهضر على الجنوب الجزيري الان فقط يولي هذك الجزيري اللي كان بش يروح للمغرب لسبب او لاخر لعلاج يتلاقى خاله واللي راه في الخارج ممنوع بش يشوفه او يروح يحوس او يروح يشوف خالته او عمته هناك او عمه او خاله يولي لازنو تأشيرة ايضا بانكم فرضتم بتأشيرة من جهتكم والريحين كيف بروها وخرجوا الذباب يقولها الى درجة ان بعض الناس البسطة العقول يعود يكرر في الذباب يحسب رحوره هو جابها في الاخير قال لنا كيفاش بروها كيفاش بروها هذا القرار النظام المغربي الذي اساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين خرطوا للأسف الشديد في افعال شتى تمس باستقرار الجزيرة وبامنها الوطني فقام بتنظيمه على نطاق واسع شبكات شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر نهيك عن التهريب والهجرة غير شرعية وعمال التجسس فضلا عن نشر عناصر استخباراتية من الكيان من حمالة الجوازات المغربية لدخول بكل حرية للتراب الوطني اذا جملة من الاتهامات وجهوها للنظام المغربي جملة من الاتهامات اول هذه الجملة كي تشوفهم تقول لهم انتوما وراهي الاجهزة الامنية بتاعكم هو عندنا عشرات الالاف تعالي عشرات الالاف عندنا قريب خمسمائة الف ما بين درك وشرطة فقط بدون مخابرات الشرطة فيها اكثر من ميتين وسبعين الف الدرك في حدود ميتين وعشرين الف اذا اضطنا لهم تعالي المخابرات انا اش عارفش حركة نولو لكن اكيد اكثر من نصف مليون وهذه نسبة عالية جدا بالنسبة لاجهزة تقوم بدور شرطي واحدة من اعلى النسب في الجزائر واحد فاصل اثنين مقارنة مع السبتان بينما المعدل العالمي هو 0.506 اي ان في الجزائر هناك ضعف في عدد ما يسمى بالاجهزة الامنية هذا بلا ما نحكي على الجيش اللي يقوم ايضا بدور امني شرطي لان هو اللي يشد مع ماكن كثيرة هو الجيش كي النظام المغربي راهدالكم كل هذا مع هذا ان الحدود مع المغرب مغلقة الحدود البرية مغلقة ربما الناس ما يعرفوا شوش راه موجود هناك موجود خنادق محفورة الى 6 امتار ومرض 8 امتار غادقة والفجوة التاحة 6 امتار او اكثر موجود جدران كهربائية سلكية ومكهربة وفيها الكاميرات على طول حدود تقريبا وموجود الاف يا اما من عناصر الجيش يا اما من الجيجياف يا اما هناك خلاف الثكنات وخلاف اللي موجودين تقريبا على كل الحدود كيفا من اين يدخل الحشيش والمنظمات والهجرة من اين مستحيل الشي اللي راه يدخل صح هو الحشيش ويقابله من الجزائر هو الساروخ ولريكا واللي روحوا ايضا للمغرب اي ان البارونات انتع المخدرات في البلدين هما اللي رهم عجبوا الحال ومشي الامر معهم لماذا لحنا فيه تورط انتع لشد الحدود لنفترض ان هناك تورط مغربي ايضا طيب انت حدودك هاك حط الاف العناصر حط جدران كهربائية سلكية حط انفاق حط خنادق كيف تدخل الاشياء هو في الحقيقة ابو نوير اشرحان كيف يكشي تبع الطريق اللي بيعوا في الطريق هما قادة في الجيش او في الدرك وقالنا ان قاعد صالح اوقف 31 عقيد ما بين دي السياسة مخابرات العسكرية والدرك كان منهم اولحاج صاحب شنغريحة اللي راه اليوم قايد الدرك واللي كان جالس على يسار تبون باعتبار الشخص الثالث شنغريحة على يمينه والاخر اللي على يساره معنا هذا هو الشخص الثالث اذا اللي في الحقيقة متورط في هذه العمليات هو انتم لأي قلن البلاد تكون كوريا الشمالية في الخنق وتكون كولومبيا في المخدرات هذه انتم تصدير الازمات واتهام الاخرين بهذه الازمات ستغرقكم اكثر وتغرق البلاد اذا ما وجهتوش المشكل وهو ان داخل الجيش داخل الدرك داخل الشرطة هناك عناصر فاسدة تماما واحيانا هي الاعلى رتبا وهي اللي متورطة في بيع الطريق وهذا الجزائرين كلهم يعرفوه سواء من جهة المغرب اللي كل حدود مغلقة تماما او حتى من جهة تونس وليبيا والنيجر ومالي وموريطانيا الاخره حتى من جهة البحر انتم المسيطرين على الحدود من اين تدخل هذه المهلوسات وهذه المخدرات والهجراوة هذا اعلان رسمي بالعجز شامل واعلان رسمي انكم مش مخترقين انكم في الحقيقة منخارطين او اجزاء من كبار ضباطكم منخارطين في هذا الفساد لكن بحثا على وبعدين يجي يقولك فقام بتوسيع شباكات متعدلة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر نهيك عن تهريب وهجار غير شرعية وعمل تجسس فضلا عن نشر عناصر استخباراتية من الكيان من حملة جوازات المغربية هذه ضحكتني كثير طيب انتم ما راكم تستقبلوا الى راكم تكلموا على عناصر يهودية مغربية يعني حاومي جوكم امريكيين يهود حاومي بلينكين يهودي بلينكين يهودي هل يشك واحد في صهيونية بلينكين اعلنها حتى نهار 7 اكتوبر لما وصل ثم بعد يومين قال انا وصلت كيهودي قبل ان اكون وزير الخارجية امريكا يدافع على اسرائيل وهو يدافع مباشرة بايدن قال ان الوالد انتاء وكان يقول له ان تكون صهيونيا ليس حتما ان تكون يهوديا وهذه حقيقة لان كين يهود موش صهاينة وكين صهاينة موش يهود اذا انتم هذون موش برك تفتحوا لهم البساط الاحمر انتم هكي تعدوا قدامهم حنا شفنا قبل سنتين ونص كيف كان تبون يعطي فيه تقارير لبلينكين وهو يقدم له فيه تقارير وكأن بلينكين مدير الشركة وهو الاخر خدام عنده سائق او رئيس مكتب او ودرنا وجبنا الحليب وهذا ويكرهونا وطوانسة فقط اللي يحبونا والتقارير موجود وزاد فتحة الادارة الامريكية خرج التقارير مسجل مسجل وهذا المفروض ما يدارش في العلاقات الديبلوماسية لكن نظام الامريكية والادارة الامريكية واش تلقي بال التبون او شنغريح لا شي لا شي لا يهتموش بهم نهائيا خرجوا المريكان حكم تستقبلوا كبار المسؤولين من بعض كبار المسؤولين الفرنسيين الألمان الإيطاليين الاسبانيول الأمريكان هم بعضهم من أصول يهودية وبعضهم يقول لك أنا صهيوني سوى يقولها في العالم أو في السر من هم الأخطر طيب شيء آخر هم كانت توانسة اليهود تونس أيضا فيها اليهود ويحملون الجنسية التونسية تروحوا تغلقوا نجيه تونس الآن أيضا هذا لا يستقيم يقدر واحد يقول لك ايب صحنا عندنا المشكلة مع المغرب تركت قول أنا عندي مشكلة مع إسرائيل مع الكين الصهيوني إذن إلا عنده هو عناصر في تونس وحامل الجنسية التونسية إلا رأيك متى الدعية صحيح رح يدخلهم لكم من تونس بعدها خلي نقول لكم حاجة ما يدخلونكم لهم من تونس المغرب رأيكين عناصر صهيونية رأيك في مناصب عليا في الجزائر رأيكين عناصر عبارة عن جواسيس يحملون بعضهم يحمل رتبة جنرال الأخر يحملوا رتبة وزارة يحملوا رتبة فوضعات ولت جواسيس لا يحتاجون ثم بعدين حاجة واحدة أخرى وش يتجسوا في الجزائر على وش يتجسوا عطونا حاجة عطونا 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 حاجة بلايك نصنعوا ونحن لا نسمع الجزو على الإدارات البائسة على المستشفيات الخاربة على المدارس البائسة شوفوا الناس ويندخلوا المدارسة بعض الأماكن الأولاد وأولياء هم محبوش لدولاتهم لأن لقواها شونتي لقوا حفر لقوا مكا على وش الجزو على سلاح خاص على تكنولوجيا للفضاء على صناعة السيارات حتى السيارات البراوت لا نجل نجل فيها البسكليتات تعقال من تعزمان لا نجل نجل فيها أو المطوات تعصان تعزمان تعبيجو لا نجل فيها على ماذا يتجسسون ثم في رأيكم التجسس الآن هو يجي ويدخل يشد لكس صورة هكذا ويتصور هاهم يتجسوا عليكم من الفضاء مش قنيزية قبل عشر سنوات أو أربعة عشر سنوات خرجتها الوكيليكس قنيزية كان وزير دفاع منتدب يقول لي مديرة في السي اي اي مش مديرة السي اي اي مديرة داخل السي اي مسؤولة يقول لها افتحنا لكم الجزائر كلها وراهي طائراتكم تصورك في الجزائر كلها بسعاركم ما بعثتون ناش الصور ماعطيتون ناش حتى نسخة ها موجود وانتشرة ومعروف حتى المديرة تقول له شوف مع شوف مع مش عارف فلان الى يقدر يعطي لكم نسخ والسفير قال راهو جنيزية السفير الامريكي يوم هنكتب التقرير قال راهو جنيزية عاد الموضوع ثلاث مرات وكان منزعجا كيفاش حافتحي لكم الجزائر كلها تجسوا عليها وما تعطوناش نسخة من الصور ومن الفيديوهات وهذا مسجل وموجود ومعروف ثم فتحين الجزائر كلها وبعدين هما اقمارهم الصناعية وطائراتهم اللي تمر راهي تمسح قاعد الجزائر تجي تقول لي من اجل عناصر مع عناصر اه فكرتوا في العناصر هذية يليت المساعدة بعتلي المقطع هذا مش قبل مش قبل واحد العامين هكذا ولا عام ونص قلتوا باللي يراكم لقيتوا عناصر تعل الموساد يخدموا مع الاماراتيين وانكم قررتم طرد السفير الاماراتي مش قلتوا هنه في المساء وفي الصباح طريد الوزير وزير الاعلام اللي كان يسموه بسليماني ولا بن سليمان ولا سليماني خلنشوف الى المساعد بعثها لي هذا كلام كم انتم وين راح للقضية هذيك انتهت بانكم سحتوا الموس في الوزير على اساس انه كان خطأ لماذا لان هناك جناح بعث المعلومات فعلا للوزير وقال له بثهم الامارات راي تعبت بالبلاد وراي جايبت نعناصر الموساد وهناك جناح اخر يتعاون مع الامارات وهم جواسيس للامارات منعوا القرار وهذون هم اللي كان قرارهم اعلى وصوتهم اعلى الامارات باعترافكم وباعتراف ابواقكم هي الخطر الاكبر لكن لحد الان مقدرتوش تاخدوا قرار بقطع العلاقات دبلوماسية اللي تسرعت وبيقطعها مع المغرب انا عليش نقولكم المغرب لاننا نشترك في كل شي لان احنا والمغاربة شعب واحد في الحقيقة امازيغ امازيغ اعرب اعرب مسلمين مسلمين سنة سنة مالكية مالكية الى درجة انه لهجة الغرب الجزائري ولهجة الشرق المغرب وهي تقريبا لهجة واحدة او تكاد ثم حتى لكان ما لا يجمعنا شيء اي دعنا لا يجمعنا شيء خلنا نقول ورح يكمع ايطاليا وفرنسا لا يجمعهم شيء لا اللغة لا الدين لا كل واحد دينه كل واحد لغته مش عارف الاخر بس هشوف ايطاليا وفرنسا ورحم وسلم احنا والمغرب جيران اذا ما اذا ما اخذتوهاش باننا انما المؤمنون اخوة وانتما ما تمنوش في الغالب بهذا الشيء فخذوها على اساس اننا جيران لا المغرب رح يرحل ولا الجزائر رح يترحل ويجب ان نتعاون او على الاقل ان نكون جيران وان لا نكون اعداء فنتقاتل ونتخاصم واضعف الخصومات هو هذا الذباب المنتشر هنا وهناك والخصومات والصراعات والسب المنتشر بلا حدود مما اهلكتم المجتمعين والشعبين وخلقتم فيهم عدوات في حين ان العالم مضطرب وامم اخرى تتربس بنا خلينا نسمعكم بعض ابواقكم واش كانوا قالوا على الامارات هاي واحدة من البغتة تتربى على روحي يعني وش بقى تدخل في السلاح ضدنا تدخل في كميات ضخمة من لادغوغل القوية عن جنوب ليبيا وغزمان يعني فاقوا لاجهزة الامن تعنا تحرد حوالينا تحرد حاول تحرد تونس وموريطانيا باش يعزلونا باش هما يطبعوا العلاقات وتمارس ضغوطات وتقول لو كانت وتحرد على الحرب ما بين الجزائر والمغرب واشتعملت التواجد العسكري الصهيوني هنا عند جيرانا وتحرد وتحاول تغري الدول يعني وهي اللي تساعد في الكيان الصهيوني باش يدخل للاتحاد الافريقي هي والنظام المغربي فهذا شي يعني مش كافي انا ما قلت شقت على العلاقات لكن قلت انه مش محتاجين الامارات الاماراتية حتى انه خرج وحد وحد الخبر في وحد المعنى بليش وحد القناة هكذا معيشة رسمية ويقول انه الجزائر حبشت المشاريع مع الامارات انا نعطي لك مثال الشركة الوطنية تاع الكيبريت والتبخ الكيبريت والتبخ هذي ثاني ممول الخزينة العمومية في الضرائم ايجادة الجوائر الاماراتي يستحود على الجزء المربح منها الفروع المربحة وجبنا ما جبنا تكنولوجيا ما جبنا حتى شي اجتحود علي كما تعرفونها الوزح النون طول عمرها بوق حتى وين اظهرت من حين لاخران لم تكن بوق خاصة في بداية 92 كانت تريد ان تظهرنا مع الشعب حيتخرج وهذا الكلام قالتوا بعد ما طلقت تبون بعد ما طلقت تبون طبعا الوزح النون كان سجنها لقيت صالح كما تعرفون في قضية المؤامرة لكن خرجت وهي اوش هذا الامارات كان اولى ان تقتل علاقات مع الامارات هلا نشوف بوق واحد اخر شكومة لتونس مؤخرا من اجل شيراء التطبيع لتونس وقد يكون قريبا وقريبا جدا واعني ماذا اقول حينها نقول بان كل الحدود الجزائرية اصبحت في حالة تلغير وفي حالة استهداف وفي حالة لا امن وحالة لا استقرار ودائما في كل هذه اللعبة تارون بان دولة وظيفية خارجية هي وراء الازمة بين قطر وبين سعودية هي وراء التحاد الذي تم بداية بين علي عبدالله صالح وحزب وبين الحوثي هي التي احدثت الازمة في عديد من المناخ هذا بقوح داخل وتعرفهم ليه بالمناسبة رامي حقه معاه في في فاصيلة الابحاث في باب جديد لا اعرف على وش رامي حقه معاه لكن المعلومات اللي عندي راي تقول بلا رامي حقه معاه يعني مع انه بدانهم تهريج كبير في الانتخابات وربما التهريج انتاعوا وازعجهم كثير بالمناسبة طيب وكتابات اخرى كتابات اخرى في جرائد في اخرها كان في الخبر قبل يومين وين تقول فيه ها هنا في هذا خبر كان في 26 يونو طبعا تعول امس كان في الخبر تهاجم في الامارات وتقول ليس السفير انما الشري سفير الامارات وتقول لك رأيتها امر الجزائر الى اخر اخر اذا شخصيا كي سمعت باللي رهم ما يسمى بالعصابة اللي تسمى مجلس الامن في الجزائر مجلس العلي الامن قلت ممكن رهم رحوا اجتمعوا باش يقتل العلاقات مع الامارات فاذا بهم يخرجون في خرجة اخرى تزيد من اضعاف البلاد واضعاف المنطقة وناعم اقول ان لدي انتقادات شديدة وشديدة جدا وكل حر جزائري ومغربي لدي انتقادات شديدة جدا للتطبيع وانا اتابع المغاربة اللي عندهم اعتراض على التطبيع اليوم فقط نقرأ في خبر لأحد المجاهدين المغاربة القدمة خليني نشير له مدام رأي اتفكرت هنا وشيقول اسمو الحسن المنوزي 94 سنة مقاوم البطاقة 512-199 اقادير البيان في 23 هاي الصورة وان كان ربما لاتظهر جيدا لكن هاي الصورة هاو البيان يقول بصفة مغربي وعضو المجلس الاقليمي للمقاومة وجيش التحرير باقادير اقادير وعضو المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف وغيور على وطننا الغالي والعزيز والذي قدمنا من اجله تضحيات انجسام وكافحنا من اجل تحريره ولكون مناصر القضية الفلسطينية لقضية الشعب الفلسطيني منذ 48 سنتكلم على رجل عمره 94 سنة قد ضع في النظال اضم صوتي وموقفي الى جميع المغارب الاحرار والشرفاء الرافضين والمستنكرين للتطبيع مع الصهاين القتل المجرمين الذين يسعون للقضاء على الشعب الفلسطيني بقتل الاطفال والنساء واستنكر الجرائم البشعة التي يقترفها الصهاين ضد سكان غزة الصامدين واتضامن مع الشعب الفلسطيني من اجل دولة فلسطينية حرة مستقلة اذا فيه اعداد هائلة من المغاربة بما فيهم هذا الرجل الفاضل لقد ضع عمره في النضال وفي المقاومة وفي يعارضون ويستنكرون وبشدة التطبيع ما بين نظام المغربي ونظام الإجرامي الإرهابي الصهدوني هذا لني قشى فيه لكن انتم بدل من ان تكون هناك ابروش اخرى كما يقول كما يقال تناول القضية من جانب اخر وهو انكم تحرجون نظام المغربي تحرجوه على الساحة الدولية تحرجوه حتى امام شعبه بحيث انكم تقدمون وكان الملك المغربي في الحقيقة قدم اكثر من مرة ويقول باني يدي ممدودة للسلام تقول له طيب يدك ممدودة للسلام مرحبا هاي يدنا ممدودة للسلام ايضا احنا شعبين اخوة واحنا جيران واحنا في فترات متعاقبة كان الجزائريين يكونوا داخل المغرب والمغاربة يكونوا داخل الجزائر واليوم حتى اليوم مئات الالاف من اللي رام في الجزائر هما اصول مغربية ومئات الالاف من المغاربة هما اصول جزائرية بل ان هناك من كتب مرة لماروكا كي نو جوفيرن على الجزائر واكتب ايضا على لزالجيريان كي نو جوفيرن لمروك بمعنى انو كي الناس من اصولهم جزائرية كانوا في القصر معروف شخصيات معروفة يعني او العكس هو بوتفليقة وين زاد والقبلية وين زاد بمديان وين عاش بوضياف وين عاش عسب المثال فقط بنبلة وين زاد وشكون والديه وين عاش عسب المثال ومن جهة المغرب ايضا موجودة بدل من ان يكون الطرح خلونا نحو هذا السبب اللي رأي تسبب به النظام المغربي على اساس انو يخاف وانو احنا وانو بعض الجنرالات بما في نشين قريحة تهجموا عليهم الى اخر قالوا الله يا اخي خلونا نشوف وين نفتح الملفات تعال الخلاف ما هي ملفات الخلاف خلونا نشوف موضوع الصحراء موضوع الاشكالات لبيناتنا موضوع بعض الحقوق تعال المغربة في الجزائر وبعض الحقوق تعال جزائر في المغرب موضوع اي موضوع اي اشكال هل سيكون هذه الاشكالات مع المغرب هل ستكون اكثر من الاشكالات التي كانت بين فرنسا والمانيا على سبيل المثال هل ستكون اكثر من الاشكالات التي كانت ما بين فرنسا وايطاليا ايام الحكم نابوليون على سبيل المثال هل ستكون اكثر من الاشكالات التي كانت بين بريطانيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا على سبيل المثال أبدا ولا واحد في المليون لماذا هؤلاء الأقوام استطاعوا أن ينسوا تاريخ الدموي شديد الدموية شديد الهمجية شديد البربرية وعادوا ليتعاونوا وحتى لما يختلفوا يجدون حلولا ونحن لا نستطيع أن نفعل مع أن ليس بيننا حروب واللهما إلا الشهر انتعى 63 سبتمبر 63 وليس بيننا خصومات وخلافات حقيقية جوهرية تتعارض وجوديا مثل مثلا الصين والطايوان أو مثل أوكرانيا وروسيا مثلا لماذا مزيد من التصعيد وأنتم أحوالكم خريبة كارثية يكفي أن الانتخابات كان لها نتيجتين يكفي أننا نتوقعنا وهو مواقع وقلنا بأننا جبر مهنة سيسقط وآخرين سيسقطون في قادم الأيام يكفي حالة الجوع المنتشرة الأسعار المرتفعة يكفي أنك ما تعرفوش تنظموا حتى مقابلة رياضية اليوم الأحرام تزيوزيو كلموني يقالوا للتيكيات اللي كانوا يتبعوه بخمسين ألف سيطروا عليهم مجموعات معينة ولو يتبعوه بمئتين وخمسين ألف باش يشوفوا الماتش الأول ما بين جياسكاو ونظروا نقابوه في الملعب اللي سميتو علاءة تحمد ملعب جديد مع تنظيم بائس المزيالي ما بعثوش الدرك وإلا كانت ربما تسرى أسوأ مما سرى في ملعب علي أمار مقابلة ما تعرفوش تديروها جادار مية يضربوا بلاكريموجين في السطالب ويضربوا الشغب مشكلة البطادرة محليته هاش مشكلة الدجاج محليته هاش مشكلة المدارس محليته هاش مشكلة شكارة الحليب محليته هاش إلا قليلا وتزيد وتصعدوا هذا كله باش تخلقوا الوطنجيه باش تنشروا سموم الوطنجيه من جديد لأن بعض البساطاء كانوا يكتبوني قل لي والله يا أخي إحنا حراكيين سواء كانوا تصحيح والله يكتبوا وبصحنا مع هذا القرار وأنا لا أستبعد أن هناك اللي يمشي مع هذا القرار لأننا لعبوها لفهموها أن عدوك هو شقيقك هو عدوك يعني فرنسا ل 132 سنة وهي تستعبد فينا وما زالت تتدخل في شؤوننا وما زالت تعبث بكم ما عليش ما كاش مشكلة علاقات كاينة وديبلوماسية كاينة وحتى كيتسحبو السفير يعود يرجع كساغيرا كما جرت العادة أما شقانا لأن أنتم تريدون خلق العدو خلينا أعطي لكم شيء ذكر لي قبل فترة واحد كان محبوس وخرج من حبس البريدة قال لي أستاذ هل نعطيك معلومة قلت له واشترا تفضل بعث لي رسالة قلت له تفضل قال لي راه فيه عقيد قال لي راه فيه عقيد راه مسجون في البريدة قلت له أنا عارف راه فيه عشرات العقادة ليس واحد وفيه جنرالات قال لي لا لا هذا وضع خاص قلت له كيفاه قال لي هذا العقيد مسكين كان اجتماع شنغريحة دار اجتماع وفيه جنرالات وفيه عقادة وهذا كان من يعني الصف الثاني وكانوا عشرين أو خمسة وعشرين شخص وقال لهم رانيين حوس على أسباب وجيها يعني يعطوني حوايج مفيدة باش نعم نقول خصومة مع المغرب والعاداء مع المغرب العدو المغربي وبدأ يهاجم ويسب تكلموا زوج ثلاثة ربعة خمسة بعد جاتوا وصلوا هو اللي وصلوا الكلام طبعا كيعدوا في هذا الحالة يقول له كي الأطفال الصغار لازم يرفض صبعه وشنغريح يقول له ايه والله لا 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 وقدر يرفض صبعه الساعة وميعطوش الكلمة وصلت الكلمة لهذا العقيد قال له سيادة الفريق الأول أنا أرى أنه لماذا نديروا العداء مع المغرب لازمنا عدو قوي إذا لازم ننشؤ عدو لازم عدو قوي قال له احنا قوى من المغرب هو أقدر وش قال قال له احنا قوى من المغرب وما يعني العداء انت احنا ما يجيبش نتيجة كثيرة قال له إذا لازمنا نبحث على العدو قال له فرنسا مثلا هو يقول له هذه الكلمة وهو يكفر عليه بالمقلوب بالمقلوب وبكلام بذيء خرجوا من القاعة إلى السجن في الأول حطوه في اليزاري وبعد من يزاري يبعثوا للسجن عندما خرج هذا العسكري قال لي ما زال ما تحاكمش قال لي را عنده دركة كان دا كل وقت 8 أو 9 شهر ما زال ما تحاكمش لم يحاكم بعد فقط أدلا برأي بشتوريك الدكتاتورية تشنغريحة وجنونه اللي را يغرق في البلاد هذا القرار الإضافي تأشيرة هم يعرفوا بلي ما عندهش تأثير تأثير ويعرفوا هذه أنت على الصهاينا ومانيش عارفوا الصهاينا ميجوك من كل جهة إلي يجوك وبعدين أنا حبت نتسأل عليش الصهاينا يزعجوكم يلقوا خير منكم في تخريب البلاد يلقوا خير منكم في نهب البلاد يلقوا خير منكم في ضعاف البلاد ما يلقاوش الصهاينا ما نحن يحكموا البلاد مباشرة لازم لهم واجهة واجهة ها كنتم قايمين بالعمل فيه واحد أضعف البلاد أكثر من نظام العصابات اللي رقنتم فيه عقيد لأنه أبدأ رأي يسجن فقط لأنه أبدأ رأي يا سيدي والله كل ما شعر مدام جبته قلت له أعطيني رأيك سمع منه قال لك خلينا نشوفوا عدو كيف أعجبت لكم فرنسا لأن فرنسا مصالحكم هناك بناتكم هناك نسائكم هناك أولادكم هناك فرنسا هي بالنسبة إليكم هي البداية وهي نهاية الحضارة هاي مشكلتكم مؤلم الطريقة التي تدار بها البلاد موزعج طريقة التي تدار بها البلاد مؤسف طريقة التي تدار بها البلاد وقد يكون مدمر هذه الطريقة إذا استمرت الأوضاع كما هي قد تكون مدمرة بكل مداني الكلمة